خليني أغادر كورونا الصيني ونبقى بكورونا العراقي اللي تعلمنا عليها وقضية الآن الخلافات لبعض من القوى السنية وبعض القوى الكردية مع السيد محمد توفيق علاوي هل تجد أن هذه الخلافات هي على المنهجية التي اختطها علاوي أم هي خلافات كما تبدو لك على فقدان لمصالح حقيقية لأن التوصيف اليوم بات مهما حتى الناس تقدر تعرف أين هي الحقيقة أثناء سؤال جنابك استذكرني موضوع حقيقة وبدأ أن أطرحها من خلال قناتكم عن طريق الصدفة استذكرت بالحديث أنت مثل جنابك كنت أيضا مرشح ونجحت فزت بالانتخابات لكن يعني كان من كان يعني العملية السياسية اللي صعدوا بيها ما يسمى بالكوتة حتى صار التعديل وصار الفرز وصار الكذا أنه يتم إعادتك يمكن صار خمسة شهر أو ستة شهر لحد الآن من الرابع من الرابع أنا بهذا أريد أجي يعني أجي على مجمل العملية السياسية يعني من خلال هذا الوصف اللي وصفته ومن خلال هذا المثل اللي انطيته أريد أجي على مجمل شوف شوف إحنا في بلد لا بي قانون لا بي نظام لا بي دستور لا بي حق لا بي حقوق لا بي أنظمة بي بي بطل بطلان بي قوة بي سلاح بي فساد بي متاجرة بي خيانة يعني مع جل احتراماتي وهنا أقصد السياسة أنا لا أقصد كمجتمع أقصد السياسة وأقصد من يتحكم في العملية السياسية هذا اللي موجود إذا ما ذهبنا إلى اللي تفضلت به جنابك وإلى موضوع تشكيلة السيد علاوي كل ما بنيه في العملية السياسية منذ عام 2005 ما نقول عام 2003 حتى نحتي على وضع الانتخابات والكتل السياسية تمام منذ عام 2005 ولي حد اليوم هو عبارة عن محاصصة أنا ما لي علاقة يطلع واحد يصير لك نبي بالتلفزيون ويحتي لك وإحنا ضد المحاصصة وإحنا ضد الأحزاب وإحنا ضد المدريش كل هذا هذا كلام في فراغ كله في فراغ شفناها بال2006 وشفناها بال2010 و14 و18 وهسا إحنا بال2020 كل ما يدور هو مجرد ترضيات التي من تطلع ناس تحتي ضد الحكومة أنا أتكلم عن نفسي أنا أكون معارضة إيجابية نعم حلوة لكن هناك ناس تطلع تتكلم لأنه ما أخذت حصص عندما تشوف ناس تدعم الحكومة هذا عنده حصة وهذا لأنه مشارك في هذه الحكومة ولذلك ما يدور الآن في كابينة السيد أو في الوضع السياسي الحالي أنا قلتها قبل قبل أكثر من شهرين قلت لحد الآن لم نصل إلى مرحلة الصدام السياسي بين المتظاهرين وبين الكتل السياسية على اعتبار أنه سابقا لم تتفق الكتل السياسية على ترشيح شخصية معينة ورفضها الشارع كانت على سبيل المثال أعطي على سبيل المثال كانت تفتح ترشح شخصية معينة وسائرون ترفضها لم تصل إلى الشارع لكن بعد أن اتفقت الفتح وسائرون على ترشيح السيد علاوي الآن انتقلت إلى ملعب الشارع هل الشارع قادر أن يرفض هذه الشخصية في تقديراتي الأحزاب هي غير آبها برأي الشارع لكن لا زالت الخلافات بين الكتل السياسية وهذا ما نشاهده لو اتفقت بعض الكتل السياسية على تمرين السيد علاوي لمضى السيد علاوي خلال الأسبوع الماضي أو الأيام الماضي لذلك هذا أنا أسأل أنه أستاذ محميس القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر